السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم شرح درس دورية خصاص العناصر في القدول الدوري للصف التاسع في مادة الكيميا أول شيء أنت لازم تعرف أن القدول الدوري ليس فقط مرتبا حسب العدد الذري للعناصر ولكن أيضا تبعا لتدرج في الخواص الكيميائية والفيزيائية للعناصر في الكيهات محددة إذن من ذلك نقول أن واحد الدورة تبدأ بفلز نشط وقوي اثنين تتدرج الصفة الفلزية من اليسار إلى اليمين وتقلم الأقوى إلى الأقل نشاطا إذن تتدرج الصفة الفلزية من اليسار إلى اليمين إذا كل ما اتقهنا إلى اليمين تصبح الصفة الفلزية أقوى في منتصف الدورة تظهر أشباه الفلزات فإذن نحن كل ما اتقهنا بهذا الصوب ورح نوقد هنا في المنتصف أشباه فلزات اللي هي مثل ما شرحت لكم في الدرس الماضي هي العناصر البنية اللي تقسم الفلزات ولا فلزات تتدرج الصفة اللا فلزية أيضا من الأقل نشاطا لأكثر نشاطا من اليسار إلى اليمين بما أن كل ما رحنا اليمين تزيد الصفة الفلزية إذن من الطبيعة أن كل ما نروح اليسار تقل الصفة الفلزية خمسة أقوى اللا فلزات في الدورة يقع في آخر الدورة المجموعة السابعة فإذن في المجموعة السابعة رح نوقد أقوى اللا فلزات اللا فلزات عفوا الآن تقول أنت يعني تتساءل تقول أنت قلت أن كل ما تتقى هنا لليمين تزيد الصفة الفلزات لكن تقلت أن المجموعة السابعة يوجد ثمان مجموعة والمجموعة الثامنة الثامنة بعد المجموعة السابعة هذا يعود لأن المجموعة الثامنة تمثل الغازات الخاملة مثل ما تلاحظ شوف يعني هنا تمثل الغازات الخاملة فهي لا فلزية ولا لا فلزية فهي تعتبر غازات خاملة رقم ستة تنتهي الدورة بالعناصر الغازية النبيلة أو الخاملة نفس ما قلت لك والآن الحديث حول دورية العناصر في المجموعة النقطة رقم واحد نقدر تدرج في المجموعات من الأعلى إلى الأسفل الفلزات تصبح أكثر نشاطا كلما اتقهنا إلى الأسفل وذلك عكسا لفلزات تتزداد نشاطا من أسفل إلى أعلى فإذن كلما اتقهنا إلى الأسفل تصبح الفلزات أكثر نشاطا كلما اتقهنا إلى الأعلى تصبح الفلزات أقل نشاطا طبعا كل درس اللي خبرتك من قبل شوية يتلخص في الشكل الآتي فنلاحظ أن كلما ارتدنا إلى اليمين تصبح ذرات أكثر يا فلزي gay وكلما اتقهنا اليسار تصبح الفلزات أقل فلزية وكلما اتقهنا الأسفل تصبح ذرات أكثر في الزي وكلما اتقهنا الأعلى تصبح الذرات أقل فلزية وكل ما نزلنا الأسفل أيضا نوقد أن الفلزات أكثر نشاطا وكل ما ارتفعنا اللعلى نوقد أن الفلزات أقل نشاطا والآن مع حل الأسئلة صفحة 59 يقول السؤال الأول ما أوقه الشبه في التركيب الإلكتروني لذرات الغازات النبيلة الجواب سيكون لذرات الغاز النبيلة مستوى الطاقة الخارجي ممتلئ بالإلكترونات وتركيبه مستقر السؤال الثاني يقول ما التغير الذي يحدث في نوع العنصر عندما نتجه عبر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين مثل ما خبركم تتدرك من الفلزات إلى اللافلزات فإذا كل ما رحنا من اليسار إلى اليمين تقل الخاصية الفلزية السؤال الثالث يقول من دون الرجوع إلى القدوة الدوري حدد الدورة والمجموعة للعنصر ذي التركيب الإلكتروني 2881 طبعا بما أنه يوجد فيه أربع مستويات طاقة إذن رح يكون في الدورة الرابعة وبما أنه آخر مدار له يوجد فيه إلكترون واحد إذن رح يكون في المجموعة واحد بقى اكتب التركيب الإلكتروني للعنصر الموجود في الدورة ثلاثة والمجموعة خمسة والمجموعة عفوا خمسة إذن رح يكون ثنين ثمانية خمسة ليش؟ لأنه لازم هو لازم لأنه قال الدورة ثلاثة إذن رح يكون ثلاث مستويات طاقة وبما أنه في المجموعة الخامسة إذن آخر مدار رح يكون فيه خمس إلكترونات صنف العنصري القزئيتين على ألف وباء كفلزات أو لا فلزات ألف هو فلز وباء هو لا فلز والآن مع حل أسئلة نهاية الوحدة صفحة ستين وواحد وستين يقول السؤال الأول اكمل الجملة الآتية المتعلقة بالقدول الدوري مستخدمة الكلمات في القائمة أدنى إذن رح يكون الجواب الآتي القدول الدوري عبارة عن قائمة تضم كل عناصر كيميائية مرتبا وفق الازدياد أعدادها الذرية تقل عناصر رئيسية ذات الخصاص المتشابهة في المجموعة نفسها ويكون رقم المجموعة مساويا لعدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي معظم العناصر عبارة عن فلزات وهي تشغل القهة اليسرى والسفلة من القدول الدوري وتشغل لا فلزات القهة اليمنى والعليا من القدول الدوري السؤال الثنين يقولك يحتوي القدول الآتي على تركيب الإلكتروني لبعض الضرات الموضحة بالرموز الابتراضية الآتية اذكر الرمز المناسب لكلمة ياتي عنصر من المجموعة ألف راح يكون راح يكون سي لأن آخر مدار له يحتوي على الإلكترون واحد عنصران من الدورة نفسها يعني القوبة اللي ممكن تختارها بي اي اي وسي سي أنصران من الفلزيين هي دي و سي فسي ثلاثة عناصر لا فلزية هي اي بي و اي عنصر خامل هو راح يكون اي لأنه يعني مستقر لأنه يحتوي على جميع الإلكترونات السؤال الثلاثة اكتب المصطلحات التالية وطبقها مع تعريفها أول شيء القدوة للدوري هو طريقة لتصنيف العناصر الفلزات توجد هذه العناصر إلى يسار ووسط القدوة للدوري وتكون لامعة وموصلة للكهرباء الفلزات توجد هذه العناصر إلى يمين أو على القدوة للدوري وتكون عازلة للكهرباء المجموعة عامود في القدوة للدوري الدورة صف وفقي في القدوة للدوري الآن مع السؤال الرابع يقول لك يوضح الشكل أدنى صفا وفقيا من القدوة للدوري ألف ما الرقم الدورة التي ينتمي لي هذا الصف في القدوة للدوري ينتمي للدورة الثانية فأقبع الأسئلة الآتية مستخدما فقط العناصر الواردة في الصف الأفق يعليه يمكن استخدام العناصر مرة واحدة أو أكثر من مرة وقت لا تستخدمه على إطلاق واحد سم العنصر الذي ينتمي إلى مجموعة الهالوجينات الجواب طبعا هو الفلور اثنين اكتب رموز العناصر الفلزية الواردة في هذا الصف طبعا الباريوم والليثيوم ما وقع الشبه في تركيب الإلكتروني لهذه العناصر يحتوي مستوى الطاقة الإلكترونية الأول لذرات هذه العناصر جميعا إلكترونين اثنين هم ممتلئ كليا وتمتلك ذرات هذه العناصر جميعا مستويات طاقة يحتويان على إلكترونات خمسة يمتلك عنصر البوتاسيوم عددا ذريا يساوي 19 ارسم مستخدم الشكل مقابل تركيب الإلكتروني لذرات البوتاسيوم إذن راح تكون الرسمة كالآتي أول مدار فيه إلكترونين المدار الثاني ممتلئ بثمان إلكترونات والمدار الثالث أيضا ممتلئ بثمان إلكترونات والمدار الأخير فيه إلكترون واحد حدد رقم الدورة التي ينتمي إليها العنصر بأربعة جيم اشرح كيف يمكن بالاعتماد على تركيب الإلكتروني لهذا العنصر تحديد المجموعة التي ينتمي إليها في القدوة الدوري رقم المجموعة يساوي عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي السؤال ستة حدد من دون الرقوع القدوة الدوري المجموعة هو الدورة الذرات ذات تركيب الإلكتروني الآتي إذن ألف الدورة الثالثة والمجموعة الثانية ثلاثة باء الدورة الثالثة والمجموعة السادسة جيم الدورة الثانية والمجموعة الثالثة السؤال سبع يقول اكتب تركيب الإلكتروني لكل من ألف عنصر فيه المجموعة الثانية والدورة الرابعة بما أنه في الدورة الرابعة إذن راح يكون فيه أربع مستويات الطاقة وما أنه من المجموعة الثانية إذن المدار الأخير رح يكون فيه إلكترونان غاز نبيل في الدورة الثانية بما أنه في الدورة الثانية إذن رح يملك مدارين مستوي طاقة ورح يكون الأخير بما أن غاز نبيل رح يكون ممتلئ ثمانية بالعودة إلى القدوة للدوري كل من العناصر المذكورة في السؤالين 6 و 7 وكتب رمزه ثم صنف تلك العناصر كفلزات ولا فلزات إذن ستة ألف رح يكون ماغنيسيوم باء ستة اللي هو الكبريت لا فلز ثم أيضا من الستة اللي هو البورون لا فلز ثم من سبعة ألف الكالسيوم هو فلز ثم باء النيون هو لا فلز تسعة أيهما أكثر أهمية بعد تحديد مجموعة عنصر ما الخصاص العنصر أم تركيبه الإلكتروني فسر إقابتك تم بناء القدوة الدوري للعناصر الاستنادة للخصاص ولم يكن تركيب الإلكتروني معروفا إذن الخصاص هي أهم من التركيب الإلكتروني السؤال الأخيرين عشرة اكتب من دون الرقوع للجدوة الدوري التركيب الإلكتروني الخارجي لعنصر من المجموعة السابعة والدورة الثانية وحدد طبيعته فلز أو لا فلز أو شبه فلز واذكر رسم المجموعة التي ينتمي إليها إذن التركيب رح يكون الثانية سبعة وهو عنصر لا فلز ينتمي إلى عائلة الهالوجينات 11 اكتب من دون الرقوع للجدوة الدوري التركيب الإلكتروني الخارجي لعنصر من المجموعة الثامنة والدورة الثالثة ما أسم المجموعة التي ينتمي إليها هذا العنصر أذكر خاصية فيزيائية له وأخرى كيميائية التركيب رح يكون ثانية ثمانية في حالة الغازية هو خامل كيميائيا وشكرا على حسن استماعكم وإلى لقاء آخر والرقاء الاشتراك في القناة وشكرا